طيب اروح مع الاخبار فريق القورة اللي بيستعد ان شاء الله لمباراة المريخ السوداني عندي خبر طبعا في هذه اللحظات يمكن حمد فتحي لعب خط وسط النادي الاهلي بعد خروجه من معسكر المنتخب بعد الاصابة في مباراة كينيا للأسف اجرى جراحة في عزمة القابرة صباح اليوم طبعا خلال الفترة الاخيرة او خلال الساعات الاخيرة كان الكلام كله في اطار انها يكون فيه اجراءة تحفظ لحمد فتح عشان يعني الاصابة الحمد لله ما يكونش فيها تدخل لجراحي لكن بعد الكشف شعة الرانين وكل الاجراءات اللي تمت بعد عودة حمد فتحي كان الافضل التدخل الجراحي واجرية جراحها صباح اليوم لحمد فتحي في عزمة القابرة ويبحد ادنى غياب حمد فتحي عن الملايب عيكون لمدة ست اسابيع كحد ادنى خلال الفترة القادمة نتمنى يا رب السلامة لحمد فتحه بإذن الله يعود سالما ان شاء الله الفترة الجاية وينتظم في التدريبات ويكون احد الدعائم لخط وسط النادي الاهلي في الفترة القادمة الحمد للعيب السيئ الحظ لما بينضمن المنتخب بتتقرر مع موضوع الاصابات لكن ان شاء الله بإذن الله الفترة الجاية يكون في حالة طيبة ويستعيد ده فرموت ان شاء الله ويخش في المباراة الرسمية سواء مع النادي الاهلي او مع منتخبنا الوطني